هلو والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجينا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب طبعا اليوم رح نبدأ سلسلة في القناة اسمها سلسلة حل الغاز لعبة Red Dead Redemption 2 طبعا ما رح تطلع من هذا المقطع إلا رح يكون معاك سبيكتين ذهبية وكل سبيكة ذهبية رح تنباع بخمسمية دولار يعني رح تطلع من المقطع معاك 1000 دولار في لعبة Red Dead Redemption 2 طبعا تعتبر جدا جدا كثير في اللعبة بالنسبة لأول مكان رح تتوجه له عشان يظهر لك اللي هو اللغز كل اللي عليك انك تتوجه لهذه المنطقة زي ما تشوفون بالقرب من المخيم ما هي بعيدة جدا من المخيم يعني اللغز جدا جدا قريب من مخيمك والشابتر 2 لما توصل للمكان اول نقطة رح تلاحظ انه رح تطلع لك زي الدائرة الكبيرة البيضة وسطها علامة استفهام فانت رح تدور على شخص معين في هذه الدائرة هذا الشخص المعين رح يعطيك اللي هو خريطة اللغز اللي يعطيك سبيكتين ذهبية طبعا اذا جيت من نفس الطريق اللي انا جيت بيه او نفس النقطة اللي انا حطيتها رح تطلع من هنا و رح تخش من هذه الفتحة على طول رح تحصل هذا الشخص مولى عنواره و مستنيك تجيه عشان يعطيك الخريطة طبعا لما توصل عند هذا الشخص و تحصله كل اللي عليك انك تتوجه له و تروح تتكلم معاه طبعا رح يدور بينكم حوار انه عبارة اصلا عن رجال او كابوي يدور عن الكنوز في جميع انحاء الخريطة و جميع انحاء العالم لكنه ماه فاضي لهذا اللغز فيحاول يبيعه لأي شخص ممكن يشتريه منه فانت راح تشتريه منه او تسرقه انت مخير اترككم مع الحوار اللي دار بينه فانت راح تشتريه من الناس او تشتريه من الناس او تشتريه من الناس طبعا اذا راح تشتريه من الناس تسرقها اذا راح تشتريها راح تدفع 10 دولار لكن راح تزيد له شعبيتك واذا سرقتها راح تصير الهو مكروه بين المدن طبعا هرجة اللغز وهرجة للغاز القادمة كلها انها تجمع تقريبا ثلاثة خرايط هذه الثلاثة الخرايط راح تدلك على مكان الكنز فالان جمعنا اول خريطة وراح نجيب لهو الخريطة الثانية طبعا اسم اللغز اللي هو جاك هال جانج طبعا بالنسبة للمكان الثاني راح يكون هنا زي ما تشوفون في القيم بلاي بالقرب من المخيم جدا 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 راح يكون مكان الخريطة الثانية طبعا لما توصل للمكان راح يكون شكله بهذا الشكل حاول بقدر الامكان انك اه تمشي زي ما انا امشي في القيم بلاي عشان توصل للمكان المحدد بشكل دقيق طبعا زي ما تشوفون راح توصل لهذا المكان او هذا الجبل سيب حصانك لانه الجبل جدا جدا ضيق وممكن تطيح امشي بارثر عشان توصل للكنز ثم الكنز او الخريطة معناشا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا هنا راح يكون اللي هو الخريطة الثانية زي ما شفته في القيم بلاي طبعا الآن جبنا اللي هو خريطتين من ثلاثة فبقي لنا خريطة واحدة عشان نوصل للكنز بالنسبة للخريطة الثالثة للكنز راح تكون شوية بعيدة من المخيم راح تكون في مكان اسمه اللي هو الكوتورا سبرينجز زي ما تشوفون في القيم بلاي او هذه البحيرة بالقرب من صورة الذيب هذه زي ما تشوفون طبعا لما توصل للمكان المحدد او المكان اللي حددناه راح يكون شكله بهذا الشكل بحيرة في النص انت كل اللي عليك انك تفك جري باتجاه الاحجار الموجودة هنا فحنا راح ندور على حجرة معينة ذات شكل معين ورح تكون هذه الحجرة زي ما تشوفون في القيم بلاي لما توصل عندها خليك ضغط على المربع راح يحصل لهو الخريطة الثالثة للكنز حقنا وكذا يكون جمعت ثلاثة خرايط الخريطة الثالثة راح تدلنا على الكنز الاسطوري حقنا اللي يعطينا سبيكتين ذهبية كل سبيكة ذهبية راح تعطيك 500 دولار في لعبة Red Dead Redemption 2 طبعا المكان الكنز راح يكون يعني بالقرب من مكانك اللي انت موجود فيه حاليا راح يكون في بحيرة اسمها بحيرة اللي هو الرن طبعا قريبة جدا جدا من المكان حقنا اللي قاعدين فيه الآن راح تتوجه للبحيرة وتروح للمكان طبعا راح يكون شكل البحيرة أو بحيط بحيرة رن راح يكون بهذا الشكل كل اللي عليك انك تتروح سباحة الين ما توصل للجزيرة اللي وسط البحيرة طبعا لما توصل لهذه الجزيرة راح تدور على الكنز في هذه المنطقة الصغيرة وراح تحصله في العشب هذا خليك ضاغط على مربع وعلى طول راح يشيل السبيكتين الذهبية طبعا كل سبيكة راح تنباع ب500 دولار ويعني 500 دولار ترى دمار شامل تعتبر في لعبة RDR 2 طيب يا صالح أنا وين أبيع هذه المجوهرات أو هذه السبايكة الذهبية؟ طبعا السبايكة الذهبية هذه راح تنباع في مكان مخصص اسمه اللي هو الفنس أو الفنسر طبعا هذا المحل ما راح ينفك معاك إلا لما تعدي مجموعة من المهمات الستوري مود لما تعدي مهمات الستوري مود راح يعرفك على هذا الفنس أو الفنسر اللي يشتري منك المجوهرات طبعا راح يكون مكانه في مدينة اسمها اللي هو الإرميلد رانش شوية بعيدة من اللي هو المخيم هنا راح يبيع اللي هو أو يشتري منك جميع مجوهراتك لكن أهم حاجة اللي هو لازم تعدي مجموعة من مهمات الستوري مود عشان يعرفونك على الفنس أو الفنسر اللي يشتري منك المجوهرات طيب ننهي المقطع يلا ننهي المقطع كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام